في المقابل قائمة بيرامدز لهذه المواجهة أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر مع أحمد فتحي في خط الدفاع ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد توفيه وأحمد سامي ومحمد الشيبي مع علي جابر وعبد الله مجدي وفي وسط ملعب بيرامدز إبراهيم عادل هيتواجد مع محمود صابر ودونجة وواليد الكارتي وإسلام عيسى وبلاد التوريه مصطفى فتحي ورمانون الصبحي وأوجو سامول مع محمد صادق وشام محمد هجوم فريق بيرامدز في هذه القائمة دودو الجباس مع فقر الدين بن يوسف وفقر لقاء تقريبا قائمة مكتملة باستثناء السلاسي خلاص اللي بقى معروف غيابه بسبب الإصابة عبد الله السعيد وعسامة جلال ده سناء الإصابة مع إقاف الشريف إكرامي زي ما حركم عارفين شريف إكرامي على فكرة النهاردة أعلن أن إقافه هيبقى بسبب المنشطات شهرين فقط لأن المادة اللي خدها كانت مادة لا علاقة بعلاج ضايت أو تخسيس وما كانش قاصد وكان واخد إذن من الطبيب عشان كده الكاف رعى هذا الأمر وإقافه أوفات الإقافه هتنتهي في 27 مايو عشان هو كان بدئها في مارس يعني احنا منتكلم في أيام قليلة ويرجع تاني شريف إكرامي ليه قائمة بيرامدز وبصراحة أنا كنت مشفق عليه جدا فيه يعني وهو يقترب من ختام مشواره حاجة كبيلة زي دي تبقى مؤزية بس خيرا فعل الكاف أنه رائع كل هذه الأمور رائع كمان أن اللاعب لم يقصد الحصول على أي مادة منشطة ونتمنى طبعا بكل تأكيد التوفيق لشريف إكرامي